في العاصمة أبو ظبي ترأس سمو الشيخ مصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان رئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن أمس حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهدفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومية تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المبادرات ذات الصلة بتطوير قطاع الصادرات بالدولة ومقترحات حول مشاريع الإسكان الحكومي كما ناقش المجلس الوزاري إعداد مجموعة من التشريعات الاتحادية المرتبطة بالشؤون الصحية بالإضافة إلى مناقشة إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم بعض محاور منظومة المحامة والاستشارات القانونية بالدولة وشؤون حماية المستهلك واستعرض المجلس وناقش عددا من التقارير الحكومية لعام 2022 بشأن أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ومستجدات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل في الدولة بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة